موسيقى إذن مشاهدين الكرام هذه هي اللقطات الحية التي تأتي حضراتكم على الهواء مباشرة من مدينة سان بوترسبورغ الروسية التي وقع فيها قبل قليل تفجيرا بإحدى عربات قطار الأنفاق ونتابع مع حضراتكم على الهواء معي من هناك تحديدا من العاصمة الروسية موسكو رياض مصطفى مرسل أون لايف رياض زميل عزيز أهلا بك يعني بالتأكيد هناك تفصيلات لديكم وتدعيات لهذا الحادث ماذا لديك حتى الآن بالنسبة لموضوع الانفجار كما تعلمون أنه أحدث الحقيقة نوع من الارتباك الكبير داخل محطات القطار هناك الآن إغلاق تام لمترو الأنفاق في مدينة سان بوترسبورغ المتحدث باسم محافظة بوترسبورغ يقول بأن الحصيل الأولية هي عصرة أشخاص لكن في هناك شهود أيان يتحدثون عن أعداد أكبر لكن الأعداد الرسمية إلى حد الآن هناك يعني عصرة قتلة وهناك أكثر من خمسين جميح البعض من هؤلاء لديهم جروح نوعا ما خطيرة ولذلك قد يترشح في الساعات القادمة أعداد من القتلى الآخرين الرئيس بوتر منذ فترة قصيرة قدم تفريحات حول العملية الإرهابية سماها هكذا سماها بالعملية الإرهابية وتكلم عن أنه أعطى تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية بحيث أن تتحرى وهناك محاولة لمعرفة الأثناء الحقيقية طبعا المدينة تعيش ظروف الآن صعبة من ناحية المغاصلات لأنه كما هو معروف أن المترو الأنفاق يعتبر واحد من أهم وسائل التنقل في روسيا بصفة عامة وخاصة في المدن الكبرى فتقريبا 80% من الشعب يستعمل أو الذين يستعملون المواصلات يستعملون المترو ولذلك هي وسيلة للتنقل الحيوية جدا الحقيقة لم يحدد إلى حد الآن من الذي يقف حول وراء هذه العملية السلطات الرسمية لا تتكلم إلى حد الآن عن أشخاص معينين وإن كان بعض شهود العيان يتكلمون عن شخص معين دخل إلى القاترة رقم ثلاثة التي جرى فيها التفجير وانتقل مباشرة وضع هناك حقيبة ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى قاترة أخرى وحصل الانتجار بعد ذلك بعد خمس بقايق من خروجه لم تحدد شخصية هذا الرجل لكن عموما هناك بحث دقيق الآن في كامل المترو لأن هناك حديث عن وجود عبوات قد تكون في محطات أخرى ولذلك السلطات الرسمية أخرجت الآن أوقفت الحركة في داخل المترو وأخرجت جميع المواطنين وهناك بطبع بحث دقيق من قبل السلطات المعنية الأمنية بحيث أنه يتم السيطرة على الموضوع طبعا محطة المترو التي جرى فيها الانفجار نعم فستمى اغلاقها بطبع تماما والأماكن المجاورة لها وهناك محاولة طبعا للسلطات الأمنية بإبعاد المواطنين أكبر ما يمكن من المحطة هناك بالفعل كما ذكر لي أحد أصدقائي هناك هناك يعني المدينة تعيش شبه يعني المدينة معطلة تقريبا لأنه يعني نعم نفلت المرور الحقيقة والتنقل الآن تعيش المدينة بصعوبة الحقيقة يعني بحسب حتى ما ورد إلينا أنه تم إغلاق جميع محطات المترو النفق في كامل مدينة سان بيترسبرغ وطبيعة الحل أنه الهاجس الأمني باحتمال وجود عبوات متفجرة أخرى وعمليات إرهابية أخرى يعني ماذا يمكن أيضا أن يكون إلا أن يسمى إرهابا يعني هو إرهاب في النهاية لأنه استهدف حياة الناس وليست شبهة الإرهاب ولا طبع الإرهابي فقط يعني هذا أكيد بأنه هي عملية إرهابية بغض النظر عن فاعليها نحن نصف ما وصفته السلطات الرسمية الرئيس يتكلم عن عدة احتمالات ولكن من جملة هذه الاحتمالات هو عمل إرهابي طيب سان بيترسبرغ أستاذ سمير أهلا بك أول حاجة فقط طمنا على المصريين يعني هل لم يتعرضوا لأي سوء الحمد لله ألو طيب فقط لاتصال عودي لمرسلنا رياض مصطفى رياض عفوا للمقاطعة يعني كنا نتحدث وهناك أنباء عن أنه تفجير أو تفجيران يعني هناك تضارب وسوف أسألك عن هذا لكن عدا إليه لاتصال مرة أخرى مع السيد سمير سليم رئيس الجالية المصرية أهلا بحضرتك في سان بيترسبرغ أهلا بك أستاذ سمير يعني نطمن على المصريين الأول تفضل واضح ده في أكثر من محطة في محطة تكنولوجيشيس كي في كوط ومحطة سناء بنوشد ودلوقت يوم عفلوا حوالي 8 محطات مترو عدد الجرحة وصل إلى الآن حوالي 50 أو أكثر عدد القتلى 10 الشرطة النوصية في سام بيترسبرغ وحصلت على عبوة ناسفة نحقوها قبل انفضارها ده في مكان آخر داخل القطارات تحت الأرض داخل القطارات المترو تحت الأرض وتوجهت كل قيادات المدينة الآن إلى مكان الحادث ويتابع الرئيس الروسي ناسفة بوتيح الموقف عن لحظة بلحظة طب بالنسبة للمصابين والقتلى يعني هل تم تعرف على هويتهم العربات في أكثر من مئة عربية السعاد اتعرفهم مين يا أستاذ سامين أنا عايز حضرك تطمين على المصريين أيضا يعني هل الحمد لله الجميع بخير الحمد لله هم بعادل هو اليوم طبعا أنت عارف حضرك أول يوم الأسبوع يوم عمل فبعض المصريين هم في أماكنهم وفي أماكن أعمالهم فبعضهم هم بعيد عن الحاجة نعم إذا كنت تتحدث عن أن المستشفى استقبلت الحالات هل توترت إليك أيام بأح هناك حالات خطرة أو غيره أو تفصيلات نفس حتى الآن ما فيش أي تفاصيل عن المصابين الصبع التي من ضمن المصابين هما لما بقول عددك أكثر من 50 مصاب فيهم صبعا حالات خطرة نعم صف لبقى الحالة يعني في المدينة الحقيقة كنت أتحدث إلى مراسلنا طبعا في ظهر في المدينة وتحدث عن شلال مروري كذلك يعني أن محطة الأنفاق كلها تم إغلاقها بتأجز أن محطات مترو أفلوهم في هذا الوقت في هذا التوقيت هي من شلال مروري كبير طبعا وهي مدينة طبيعاتها مزدحمة في هذا التوقيت ومترو الأنفاق يعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الركاب بالتأكيد بالتأكيد نعم يعني هل كل المدينة فيها مشاكل بما فيها وسطها يعني المحطة دي توجد لا 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 هو الانتجارات تمت في محطات واصدت في وسط المدينة نعم إذن يعني هتتوارد الأنباء ما فيش أي حاجة عن هوية منفذ التفجير التضريب إلى أخبار يعني تفصيلية أنت عارف من الوضع الأخبار يعني لم تنتشر بالسرعة الانتجارات الانتجارية لكن من كل اللي يعني عنفناها إن الشرطة الروسية حصلت على عبوة جديدة بس نحكيتها قبل انفضارها أما العبوات الأخرى فكانت في ضرف أكثر بالمحطة وكانت محطة اسم العبوات المستوط ومحطة ستايا بلوش ما فيش مخاوف من وجود المزيد من العبوات ربما أو التفجيرات التي أعتقد لها لأن الشرطة بشفت بشفت كل المحطات بيعفلتها عشان تمشتها وحتى الآن ما فيش أي أخبار جديدة شكرا جزيلا لك سامير سليم رئيس الجالية المصرية في سان بوتروس برغ وأعود مرة أخرى مشاهدي الكرام إلى رياض مصطفى مراسل أونلايف من العاصمة الروسية موسكو عفوا رياضي أعود إليك عفوا المقاطعة لكن نحاول أن نحصل على القدر الأكبر من المعلومات كنا نتحدث عن نوع من الهواجس الأمنية والتخوفات والأنباء التي بطبيعة الحال سوف تكون متضاربة ما بين تفجير أو تفجيرين أو كما أفاد سيد سامير سليم منذ قليل أن الشرطة عثرت كذلك على عبوة أخرى واستطاعت أن تبطل مفعولها أو غيره أعتقد أن هناك الكثير من لا أقول شائعات لكن ربما من الأخبار أو من بعض التوقعات التي لا تخل منها هذه الأمور إليك الكلمة مرة أخرى الأكيد أنه في ظروف مثل هذه تكثر كثير من الشائعات نحن دائما وأبدا نعتمد على ما ينشط رسميا رسميا هناك حديث عن تفجير واحد موجود في أحد المحطات لكن هناك إغلاق تام لمحطة المطر والتم بالفعل تمشيت كل المحطات لكن هل انفجرت في مكان ثاني أو لا لا توجد هناك معلومات لكن الأكيد أنه حديث عن وجود عبوات في مكان آخر هذا يعني جرى عليه الحديث يعني أنه المدينة كلها غالبة غالبة المدينة تعيش تحت تأثير هذا العمل الإرهابي الجديد بالذكر أن هذا العمل للأسف الشديد قد حصل بوجود الرئيس بوتين في تيتربورغ اليوم في المدينة نفسها كان يلتقي أليكزندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء بالضبط يعني البعض يتكلم عن أنه الأصل أن يكون هناك يعني إجراءات أمنية أكثر طبعا الرئيس يلتقي في أماكن معينة ولذلك لا أعتقد بأنه في هناك إجراءات أمنية يعني إضافية تقوم بها السلطات عند وجود الرئيس لكن مع ذلك الآن هناك يعني إجراءات أمنية مشددة في الكثير من الأماكن حتى مما طلعت عليه منذ قليل أن هناك إجراءات أمنية في مترو موسكو وفي المدن الأخرى يعني هناك محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية حتى لا قدر الله يحصل عمل إرهابي مثل هذا في أماكن أخرى نعم يعني لكن أعتقد أنه الإرهاب أيضا يريد أن يوجه نوعا من الرسائل حينما يضربوا بأحدى القنابل أو العبوات المتفجرة في مدينة يوجد فيها الرئيس في يوم يعني لديه زيارة رسمية مع رئيس دولة أخرى يعني هناك أيضا نوع من يعني يريد أن يقول أنه يستطيع أن يختلق أو يستطيع أن يصل نوع من إثارة الذعر وإثارة القلاقل في الداخل الروسي أيضا يعني لا شك أنه دائما وأبدا العمليات هذه من وراءها هدف معي للأسف الشديد أن هذه العملية كذلك تزامنت مع نوع من الانتراضات والإحتجاجات الداخلية في روسيا منذ الأسبوع الذي مضى كما تعلمون خرجت هناك مجموعات محتجة على بعض القرارات الداخلية في روسيا لذلك الموضوع الآن هو مرتبط لبعض يعني أنا أعتقد أن السلطات الأمنية الآن ستأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار إلى أن يتضح من يقف وراء هذه العملية ويتضح من الذي بالفعل كان وراء الفاعل الحقيقي وراء هذه العملية بطبيعة الحال وسوف نوالي لتصل بك يعني حل وجود أي جديد وأعتقد أنه يعني في مثل هذه الأوقات في الساعات المقبلة سوف يتبين الكثير يعني